بحدث اليوم الأمور الآن بشكل الذي صارت فيه بالقاهرة وانتهت عنده وهي انتهت ليس عند خط النهاية انتهت قبل خط النهاية في كثير من الخطوات قادمة إلى أي مدى هي الآن موضع دراسة جدية واحتماليات التوصل إلى التقارب أو نتائج فيها كل عامتهم بخير أولا أحب أن أوضح أن مشكلة الحرب والسلام في السودان مشكلة عميقة ضاربة في جزورة منذ الاستقلال منذ عام خمسة وخمسين بدأت الحرب الأهلية في السودان واستمرت إلى زمن طويل جدا ثم تفاقمت في 2003 وبدأت في دارفور ثم قليم النيا الأزرق وهكذا والآن الحرب تستعر وتشتعر في أكثر من تمانية ولايات أكثر من نصف ولايات السودان فهذه مسألة معقدة يعني الحرب الطويلة خلقت أزمة حقيقية هذا أدى إلى ملايين أكثر من أربعة إلى خمسة مليون من نازح ولاجئ هذا أدى إلى إفقار قرى كاملة وإلى نزوح قرى كاملة هذا أدى إلى إفقار للتربة والبيئة والبنية التحتية في منطقة واسعة من مناطق السودان ولذلك الحرية والتغيير تدرك إدراكا عميقا أنه بدون أي سلام لن يكون هناك استقرار وبدون استقرار لن تكون هناك تنمية وبالتالي لن نصل إلى خط النهاية في نهاية الفترة الانتقالية للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة لذلك كان من أهم مهام هذه الحكومة القادمة في الفترة الانتقالية التركيز على موضوع السلام ووضع مسألة السلام ووقاف الحرب والنازحين واللاجئين وإعادة البنيات التحتية وبرنامج الإقتصاد الإسعافي لهذه المنطقة والإجراءات التفضيلية في التمييز الإيجابي وهكذا من أولويات مهام الوزارة الانتقالية بل أن ستة شهور الأولى نصف صراحة في الوثيقة الدستورية أن تكون أولوية العمل من أجل السلام هي أولوية قصوى لإحداث السلام بس يبدو أنه مفهوم السلام مزبوط السلام موضوع مهم وكلكم عم تتحدثوا عنه لكن النقاشات التي جرت مع الجبهة الثورية تظهر وكأن مفاهيم السلام مختلفة يعني السلام الكل يريد الجبهة الثورية تريدوا أنتم تريدون ولكن في خوف من إقصاء من جهات اللجنة الثورية ولا أدري ما هي المخاوف من جهتكم طيب أولا لا بد أن أذكر أن الجبهة الثورية ذات نفسها جزء من الحرية والتغيير وجزء أساسي من الحرية والتغيير وليس فقط عندما وقعنا إعلان الحرية والتغيير في يناير 2019 بل هي جزء من الحركة المعارضة في السودان ووقعنا سويا هيكلة الدولة ومثاق العمل المشترك منذ ديسمبر 2014 ومثاق العمل المشترك عبارة عن برنامج متكامل في المستوى الاقتصادي والمستوى السياسي والاجتماعي وهكذا حتى إذا ما سقط النظام كنا نستعد لذلك وهم جزء من صناعة المستقبل وجزء من صناعة هذه الوثايا ولذلك عندما تحدثنا مع الإقوة في الجبهة الثورية الجبهة الثورية جزء من الحرية والتغيير لكن الخلافة الآن حقيقة عندما كانوا في أديس أبابا توصلوا إلى اتفاق يقضي أو يتحدث عن 25 نقطة جوهرية مفصلية لإقامة السلام تم فعلا إدخال هذه الـ 25 نقطة التي تم الاتفاق عليها في أديس أبابا في الوثيقة الدستورية التي وقعت بالأحرف الحولة في أربعة وصص يا أستاذ ساطع كمان حتى هذه النقطة في حق النباس الخلاف في الآتي استاذ ساطع حتى بهذه النقطة في التباس إذا بتسمح لي كمل أنه حتى بموضوع الورقة ورقة أديس أبابا الجبهة الثورية تقول بأن لم تضمن القوى الحرية والتغيير تقول بأن معظم ما جاء فيها صار جزء من الاتفاق بالأحرف الأولى لكن الآن صار في سبع مطالب واضحة بعد اجتماعات القاهرة وفي يعني على اتفاق عليها في أجس أبابا تم تضمينه في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لعام 2019 وفيها 25 نقطة ما لم يتم التوافق حوله الإخوان في الجبهة الثورية كانوا بيعتقدوا أنه لا بد أن يكون هناك نص صريح أن يكون الاتفاق السياسي في أجس أبابا إذا تعارض مع أي مادة من الدستور أن يعلو الاتفاق السياسي على الدستور أو على الوثيقة الدستورية وطبعا هذا مبدأ قانوني أو دستوري في كل دستير العالم لا يتم التوافق عليه صحيح أن هذا المبدأ استلف من اتفاقية نفاشة التي وقع النظام المخلوع النظام العنصر البغيض من نظام عمر البشير مع الحركة الشعبية ونص على أن اتفاقية نفاشة إذا تعارضت مع أي نص من نصوص الدستور أن تعلو اتفاقية نفاشة على الدستور لكن هذا نص أصلا غير طبيعي واستثنائي لأن الطرف الثاني الوطرف عمر البشير كان الطرف ضد يعني الطرف هو الذي يقوم بعملية الإبادة الجماعية ويقوم بعملية القتل ولم يكن كمثلنا اليوم يعني اليوم الحرية والتغيير هي التي وصلت إلى السلطة وإذن الجبهة الثورية وصلت إلى السلطة باعتبار أنها جزء من الحرية والتغيير لا فرق يذكر بين لا يبدو مش هيك يبدو لكل فاهم الموضوع يوصلوا إلى السلطة يريدون أن يكون ذلك فعليا عمليا حقيقيا لا يكون فقط لأن القوة التغيير وصلت فالتالي الجبهة الثورية وصلت أيضا نعم والجبهة الثورية يجب أن تعرف أنها تعلم أن هذه المرة لا تفاوض جزء ضدها يضرب بالنابالما أو يحرق القرى ويحرق المناطق إنها تحاور نفسها وتحاور ذات الأشخاص الذين قاتلوا سويا مع بعضهم البعض طوال هذه السنوات الطويلة أنا لا أعتقد أن هناك الآن فرق بيننا وبين أي نازح أو لاجف أي منطقة في مناطق السودان يجب أن نتعامل الآن بسودان جديد سودان واحد باعتبار أن ما تم التوافق عليه في الوثيقة الدستورية أن تكون المواطنة هي الأصل في توزيع الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين أو العرق أو خلافه هذا ما تم التوافق عليه وعلى أي حال أعتقد أن المسأة الآن ليست مع الحرية والتغيير بقدر ما ستكون أصلا من مهام السيد الرئيس الوزراء القادم والذي سيبدأ عمله في 1.9.2019 وأنا أتمنى أن يعطى الفرصة الكاملة فعلا لصنع سلام حقيقي في المنطقة يعبر عن كل السودان ويعبر عن عقلية جديدة الآن الحرية والتغيير تحكم بعقلية جديدة غير عقلية ديكتاتورية أولا حملت المشروع التحول الديمقراطي الآن قوة التغيير الآن أصبحت تحت المجهر بالنسبة للسودانيين كما بالنسبة لكل العالم بدي أتشكرك شكرا جزيلا الأستاذ ساطع الحاج